نظمت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية وادي الملاك بمركز ومدينة التل الكبير وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستهدفت القافلة في يومها الأول 501 مواطن حيث تم الكشف عليهم في 12 تخصصا متنوعا بالإضافة إلى التدخيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري والتوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ترجمة نانسي قنقر